بقى معاك عن مشكلة يعني بتقزمني أنا بصراحة وما بشوفها على حد هي مشكلة مع الرجالة دايما الرجل ممكن تلاقي جسمه متناصق جدا أو جسمه كويس وتلاقي عنده يعني أعوذ بالله كده كرش أعوذ بالله كرش أعوذ بالله كرش لأ مشكلة وبيبقى شكله فعلا بمعنى الكلمة مش حلو خالص الكرش المصري الأصيل طبعا أنا عايز أقول لك يا رانا أن الحقيقة أصبح دلوقتي الرجالة بيجون أكتر من الستات والرجالة عندهم يدفع لهم يخصوا أكتر من الستات احنا عدنا فترة من الفترات الست اللي شكلها لازم يكون حل الراجل بقى مش مشكلة ويلوم عليه بك الحقيقة أنا شايف أن الثقافة دي بغيرت تماما لأن من حق الست أنها تشوف شكل حلو زي ما الراجل من حق أنه هو يشوف شكل حلو الكروش والبطن معروف دلوقتي أن المؤشر يعني كرشو ده طلع ليه تراكم الدهون الأكل الزيادة بقى عنده دهون من جوة البطن دفع البطن الأدام وعنده دهون تحت الجلد مساهمة في الكرش والكروش أشكالها بيختلف يعني فيه كرش يبتدي من فوق الصرة وفيه كرش يبتدي من تحت الصرة تلاقيه يعني فيه طرقه الجامل وفيه كرش برضه تلاقيه طلع الفوق بالضبط كده ما هو ده اللي بيبتدي من فوق الصرة مشكلة الكرش والدهون اللي موجودة في منطقة الخاصة يا رانا العلم أثبت أن هي ليست دهون خاملة يعني دهون حقيقية وموجودة وبتأثر إلى حد كبير في معدلات السكر ومعدلات ارتفاع ضغط الدم وفيه حتى دراسة معمولة كده إنهما جابوا الناس وقاسوا محيط الخصر اللي هو مؤشر كبير جدا جدا لمرض السمنة محيط الخصر محيط الخصر يعني بالمقاس ونقيس محيط الخصر لقوا إن المشكلة كلها في إن الدهون دي موجودة زي ما أنت شايف الإفراد في تناول الطعام عدم تناول كميات كبيرة من المياه بنوع المياه المياه من أكبر أسجار وحقول لك للواجبات السريعة والمشروبات الغازية هاي كالوري اللي سعراتها الحرية عالية جدا وبنبتدي بعد كده نسأل إحنا كلنا إيه لأن المكان تشلى واجب واحدة بره في الشارع دي المشكلة دي أدى كده أصلا كلها سعرات حرية الدهون المتحولة اللي موجودة في الواجبات السريعة بتروح على البطن عرفة مكانها تلاقي الناس كلها جسمها حلو وإن عند منطقة الخصر يرانا إيه كبير فيه طبعا إحنا الفكرة كلها إن هذه الدهون المتركزة في منطقة الخصر مش دهون خاملة يعني إحنا عاشنا فترة من الفترات بنقول دائما إن الدهون الموجودة في منطقة الخصر دي مجرد دهون بوضة شاكينة وخلاص الحقيقة العلم أثبت إنها دهون بتفرز عوامل التهاب هذه العوامل تؤثر على الإنسولين وتؤثر على ارتفاع ضغط الدم بتجري في الدم يعني معنى كده إن هذا هذه الخلايا الدهنية مش قاعدة كده بوضة شاكلك وخلاص لأ دي قاعدة عمالة شغالة وحجب لك فيديو مهم جدا هرغولي كارانا في يوم بيوضح لك قد إيه الخلايا الدهنية دي عمالة بتبس سموم ومشاكل يمكن لما قرنوا ما بينها وما بين مريض الكانسر لقوا إن معدلات الالتهاب دي موجودة عند مريض الكانسر فبالتالي خلاص بقى يعني إحنا ما بقاش فيه فرصة لإن إحنا نسكت على ده أنت لو عايز تشتري حياتك لو عايز فعلا تستمتع بما هو قادم في عمرك نحاول إلى حد كبير نحترم ده ونعتبر إن محيط الخصر بالذات لأن أنت تقريبا مخصصة الفقرة دي عن الكرش الواضح الكرش آه يعني محيط الخصر من أدق الحاجات من أدق الحاجات مقاس محيط الخصر في الرجال لحد 98 في الستات مثلا لحد 82 83 فبالتالي لأ إحنا ده مؤشر خطير دايما الحمد لله أنت بتشوفي في حربنا ضد السمنا أنا وانت واتجاهنا لمحاربة السمنا في مصر شوفنا كتير الحمد لله من الناس اللي اشتغلنا معاهم ومن الناس اللي ادناهم الألياف الطبيعية وإقدرنا بشكل طبيعي إن إحنا ننزلهم في وزنهم وقم قالولك حتى اللي كان لسه ما نزلش أرقام كبيرة في الوزن جاء لك أنا حاسس باختلاف الشكل اختلاف صحيح وهنا الفكرة كلها فكرة لا الحكاية مش حكاية شكل الحكاية طبعا الشكل ده هدف جميل وسامي وهدف جميل جدا إن الشكلنا يكون حالو ولكن صحتنا برضو هدف أسمى وأكبر اشتركوا في القناة